السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أستودعك نفسي من ذل الحياة ومن ضجيج التفكير اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته طابت له نفسي فذهب صدقته فكذب استأمنته فغدر اللهم لا تشغلني ولا تعلقني بشيء لم تكتبه لي وقدر لي كل فرح لم أتوقعه اللهم إن ضلت نفسي طريقها فردها إليك ردا جميلا اليوم توقعتنا ليوم الأحد 2 نيسان إبريل طبعا القمر اليوم أو الآن موعد بث الحلقة اللي هو السبت المساء يوم السبت القمر موجود في برج الأسد وفي ساعة ما قبل الظهر تقريبا بده ينتقل لبرج العذرة وبما أنه هيك معناته في عنا خلو ومسار وأيضا اليوم في عنا زاوية جديدة رح تظهر على الساحة خطيرة جدا عشان هيك بتكون تركزوا في الزوايا لأنه يعني مهمة طبعا القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و29 دقيقة من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد لغاية ساعات ما قبل الظهر فبيضل الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا زاوية اليوم بدأت بالتشكل هي لها تأثير تقريبا ثلاث أيام ولكن اليوم بدأت اللي هي مراحل القوة لهاي الزاوية طبعا هي راح تستمر من اليوم اللي هو اثنين أربعة لغاية يوم خمسة أربعة كقوتها بعدها راح تستمر أكم يوم ولكن انه هي قوتها في هاي الأيام اللي هم اثنين أربعة لغاية خمسة أربعة ذروتها يوم ثلاثة أربعة الساعة ستة وأربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا بما انه عطارد وبما انه بلوته اتصالات ومواصلات والمفاجآت وقلب المعطيات وبشكل عنيف فعشان هيك يخلينا نشوف ايش التوقع من زاوية التربيع السلبية أول شي بالنسبة لتأثيرها علينا فهي بتدفعنا للكآبة الهم الشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم ضعف في القلب أو عضلات القلب أو شريين القلب فهي الزاوية ممكن تعرض البعض لأزمات قلبية أسبابها العصبية أو حوادث عن طريق النيران طبعا هذا بالإجمال الآن بما انه عطارد له علاقة بالاتصالات والمواصلات وبلوته أيضا والعطارد الآن بنتقل في مرحلة الانتقال معناته تكثر الحوادث، حوادث السير، حوادث لإلها علاقة بالحركة والتنقلات مشاكل لإلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أيضا بالدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء لا في الخفاء هي هناك احتمال احتمال وهو احتمال يعني مش قوي كثير وقوع أمور إلها علاقة بالزلازل أو أمور إلها علاقة بالحرائق ولكن بما أنه عطارد أيضا في مرحلة الانتقال اللي بده ينتقل فيها من برج ناري لبرج ترابي فمعناته فيه خلل رح يصير في الجو كغبار، كرياح، كبرد، كأمور إلها علاقة بتقلبات مناخية عنيفة يعني هاي المتوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح يكون بين المريخ وبين زحل وهاي حكينا أن تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ستة أربعة تأثيرها الذروي كان يوم ثلاثين ثلاث طبعا هاي زاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا وبالدل على نشاط ومردودية أكبر في صناعات ثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل والأحداث اللي رح تتشكل اليوم فأول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ضربتها الساعة ستة ودقيقتين صباحا بتوقيت درينتش يعني تأثيرها طول الليل وطولة النهار نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبرضه بتدل على حركة سكان متزايدة هذا اليوم ونشاط في المواصلات وخصوصا الداخلية منها وكمان بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم وبما أنه الموضوع بيتعلق بعطارد وزاوية بتشجع على الحركة والسير والمواصلات والتربية والتعليم وأيضا زاوية التربيع اللي ذكرناها اللي برضو عطارد وبلوته مع بعض معناته في أحداث إلها علاقة بالحوادث مع هاي الأزمات اللي رح تصير فبدكوا تنتبهوا كثير وأيضا في مشكلة إلها علاقة بالتربية والتعليم رح تصير قرارات عنف اتخاذ إجراءات مش مزبوطة من وراء عطارد وبلوته الله أعلم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 6 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 و57 دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج العذراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و57 دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينج خلاص القمر بنتقل وبصير في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام بنشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها وجود هاي أفضل فترة لتخلص من عادة سيئة كالتدخين أو شرب الكحول أو المهدئات وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة 44 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني برضو تأثيرها رح يكون من الصباح لغاية المساء فمن واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدلا من واجهة الحاضر وبرضو هاي الزاوية بتدل على استياها الرأي العام من وضعية لها علاقة بالشيوخ أو المتقاعدين أو المرأة خصوصا في العالم القروي أو منتع السفات رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعة الثقيلة وإضطرابات في البورصة والقيم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون ذروتها الساعة سبعة وسبع دقائق مساء بتوقيت غرينتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية صباح يوم الاثنين بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتدل على حسن الحال النفسية ولا الجند لرجال الأمن والعمال في قطاع الصناعة وارتفاع معنوياتهم وبذلهم مجهود أكبر وبالتالي مردودية أكثر ومن لاحظ في هذا اليوم قلة في عدد العمليات الجراحية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا أو لغاية ساعات ما قبل الظهر بس أنا لأنه في خلو مسار ما بنصح العمليات الجراحية فيها وخصوصا لهاي الأعضاء اللي رح أذكرها القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان طبعا العمليات إذا كانت اضطرارية ما في أي مشكلة ولكن إذا كان في مجال التأجيل بعد الظهر يكون أفضل أما من ساعات يعني الظهر تقريبا وما بعد بصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم، أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين طبعا بالنسبة لهذا اليوم زي ما حكينا في ساعات الصباح لأنه في خلو مسار ما بنصح بعمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية هذا اليوم برضو عمليات التجميل مناسبة لها من ساعات ما بعد الظهر مثل الحقن والجراحة ولكن جراحة الجفون أو العيون ما بنصح فيها أما بالنسبة لإزالة الشعر الزاهد فأيضا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزاهد بالليزر أما بطرق تقليدية ما في أي مشاكل لا يصلح لقص الشعر يصلح أفضل لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلهجي أما بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذراء معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء أربعة أربعة بيبدأ في تمام الساعة وحده تسعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 12 يوم في تمام الساعة 12 وخمس وثلاثين دقيقة ظهرا بصير 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة 60% القمر في الأسد بدي ينتقل للعذراء ورح يضل في العذراء لغاية يوم أربعة أربعة هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% عطارة في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 85% الزهرة في الثور حتى يوم 11 أربعة منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد الآن بنسبة 15% ساعات منتصف هاي الليلة بصير سعيد بنسبة 45% وبيكمل طيلة النهار المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% وزحل في الحود حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أرانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحود حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% بديش أذكركم ها كبسات تحت كبسوا عليها ها لايك وديس لايك وكومنت وشيروا مش عارف ايش واشتراك والغاية اشتراك وهاي الامور كلها واللي بديش سب عليه سب عليه كمان وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وغضاء وقت ممتع معاهم من الآن ولغاية ساعة الظهر تعتبر هاي فترة إيجابية يعني طاقتكم حيويتكم حضوركم رح يكون مميز جدا هاي فترة مناسبة للدعوات واللقاءات والعاطفة والحب والأمور هاي حتى الحظوظ بتلعب دور لو لا خلو المسار اللي راح يأثر على فترة الصباح بس أهمش الزاوية برضو بتأثر بالعصبية بتكون ديروا بالكم أما من ساعات الظهر وما بعد فهون بتكون تنتبه لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل التركيز على الأمور البيتية من الآن ولغاية ساعات الظهيرة وبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصد الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون أو اللقاء أو المناسبات أو حدث عائلي معين يلفت انتباهكم خلال هذا اليوم ممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنكم ما تفقدوا اتزان وثقة الأحبة أهم شيء برضو ما بفي داعي للعصبية لأن الأجواء ما زالت ضغط على الأمور العصبية أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا القمر بصير في البيت الخامس وهنا يعني بتصير فترة مناسبة جداً وإنكم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم وإنكم تعيشوا لحظات سعيدة وناجحة أو انفراجات وتطمينات ورومانسيات يعني الأجواء لها علاقة بالحب والها علاقة بالحظوظ أيضاً برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بظل النشاط مسيطر عليكم على مستوى الاتصالات التنقلات الحوارات النقاشات وبظل سرعة البديهم ركزة وقوية بشكل كبير من الآن ولغاية ساعات الظهر عشان هيك الأجواء جيدة وداعمة بقوة ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وأثناء حركتكم من بعض من الإصابات لا قدر الله أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا التركيز بصير إلو علاقة بالبيت وإلو علاقة بالعائلة فممكن تعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهكم أو تنشغلوا فيه برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة منتازة جداً لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة من الآن ولغاية ساعات الظهر أهم شيء أن تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء أن تتسرعوا بتوظيف الأموال أو صرف الأموال أو كفالة شخص أو مدينة شخص وبدكوا تظلوا حذرين من المحتالين أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا الطاقة بتصير مضاعفة لأن القمر رح ينتقل للبيت الثالث فهنا بتنشطه بالتنقلات والاتصالات والحركة والسفريات ولكن بدكوا تكونوا أكثر وعيا على الطرقات ممكن تهتموا بمسائل إلها علاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الطاقة عندكم ممتازة جدا حيويدكم رائعة عندكم شوي نشاط وعندكم هيك خطوة جديدة ممكن تدعم مركزكم الاجتماعي خلال هذا اليوم كلقاء أو زيارة في انفراج في تقدم في كثير من المسائل من الآن ولغاية ساعات الظهر بتظل معنوياتكم مرتفعة وبتستعيدوا سيطرتكم بشكل قوي أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم أهم شيء تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو المحتالين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا رح يظل التعبم سيطر عليكم من الآن ولغاية ساعة الظهر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا انكم تحافظوا على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا من تأخير أو سوى تفاهم أو التباس أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا الأجواء بتصير إيجابية جدا هنا بتمتلقوا نشاط حيوية طاقتكم بتصير ممتازة بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي بتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم يعني الحيوية والطاقة هنا بتبلش أو بتبلش مرحلتكم الجديدة ابتداء من ساعات الظهر وما بعد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل النشاط الاجتماعي أو لقاء الأصدقاء أو ممكن تتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن شوي مزاجكم بلش يتعكر وطاقتكم بلشت تنزل لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا أن تضبطوا عصابكم أو ردات فعلكم من صديق من مناسبة اجتماعية من زيارة ما تتناسبش مع أفكارك تثور عصابيتك اضبط عصابة قدر الإمكان أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء ما توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم من الآن ولغاية ساعات الظهر حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء انكم تقدموا أفضل ما عندكم عشان يعني بلك حققتوا إنجاز أو أحرزتوا تقدم خلال هذا اليوم طبعا راح تكونوا ملفتين للانتباه أثناء تعاملكم مع المسؤولون عنكم في نطاق العمل ولكن حاولوا في ساعات الصباح انكم ما تتغيبوا أو تتأخروا عن دوامكم أما من ساعات الظهر وما بعد فهونا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة في مناسبة سعيدة يهتموا بلقاء اجتماعي يعني الأجواء راح تنصب على العلاقات والأصدقاء واللقاءات الاجتماعية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا راح يظل من الآن ولغاية ساعات الظهر مسائل السفر وأوراق السفر والمعاملات والاتصالات البعيدة أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبرضو بالضرر رغبتكم قوية جدا للتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم ينفتح مواضيع نقاش إلها علاقة نقاش ديني فلسفي أو دراسة جامعية امتحان لبعض موليد برج القوس بدهم ينتبهوا خصوصا في فترة الصباح ما يعتمدوا على الحظ كثير من ساعات الظهر طبعا القمر راح ينتقل للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبإمكانكم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر يعني فترة بدأت مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شنكو تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وما تجازفوا وما تغمروا بأي شيء ممكن يشوه سمعتكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بظل التركيز على الأمور المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات الظهر فعشان هيك نظموا أموركم المالية من جهة في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية ممكن أنك تهتم بمسائل الحلاقة بالبيت أو بالعائلة أو حدث عائلي يعني هيك يلفت انتباهك أو يأرقك بالتفكير أو تتدخل لحل خلاف أو إقناع أو مصالحة أو أشياء من هذا القبيل أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا بتنشطوا في مسائل إلا علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التعامل مع أجانب أو الدراسة الجامعية أهم شيء تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتظل الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة لأن القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الظهر فابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وبظل أجواء مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء ما تنفعله حول الإضاءة على الإيجابيات وبظل الجو ما بينفع فيه لا توتر ولا جدال ولا حدية ولا عصبية ولا مشاكل يعني ضبط العصاب لأنه طاقة لسه ما زالت ضعيفة أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا بصير القمر في البيت الثامن بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد ما تلتحوا بالأمور الثانوية ممكن تحصلوا على مكاسب مالية أو تطالبوا بأموال أو تحلوا مسألة مالية كانت صعبة وبرضو ألكوا اهتمامات بالبيت برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا اليوم لأنه في خلو مسار زي ما حكينا فعشان هيك بتكوا تحاولوا أنكوا تتنشطوا تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمال دون المبالغة في ذلك بتكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمحوا لواجباتكم إنها تتراكم وتتداخل إنجز الأعمال المهمة والضرورية لأن القمر برضو بدأ في مراحل المقابلة حاول تبعد عن أي شيء له عن عقاب العصبية أو المشاكل أو سوء التفاهم أو النقاشات الحادة أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا القمر رح يصير مقابلك تماما وأنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وحاولوا إنكم الضخم الأمور طبعا بديش أذكركم اللي حابب اللي حابب طبعا طبعا اللي مش حابب مش رح يرد علي أكيد يعني فاللي حاببين يتذكرون هم اللي بديش تريك اللي بديدعس اللي بديكبس اللي بده يطفل كبسات اللي بده اعملوا إشي اعملوا إشي أي حركة تحت وأقولكم صلوا على رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رحاية الله وحفظه إلى اللقاء